ما يقارب عشر تلاف طفل من هؤلاء اللاجئين اختفوا بعد وصولهم إلى أوروبا اللاجئون السوريين لقب ارتبط بشعب فرى من جحيم الداخل في ارحالات الموت إلى الخارج عبر وسائل شتى مخاطرين بحياتهم وأموالهم بأمل الوصول إلى بر الأمان في دولة ما في أوروبا قضية لجوئهم فرضت نفسها في المحافل الدولية كقضية إنسانية فبعد قصص الموت التي رفقت رحلتهم أثناء الانتقال من بؤس المخيمات وحيات العراء للوصول إلى أعتاب أوروبا تظهر قضية أكثر خطورة فما يقارب عشر تلاف طفل لاجئ لا يرافقهم ذوهم اختفوا بعد وصولهم إلى أوروبا وفق ما أعلن جهاز الشرطة في الاتحاد الأوروبي الأوروبول مبديا تخوفه من وقوع هؤلاء الأطفال في قبضة عصابة تجار البشر ونقلت صحيفة الجارديان عن قائد جهاز الشرطة في الاتحاد الأوروبي بريان دونالد أن ألاف القصار اختفوا ولم يعثر عليهم بعد تسجيل معلوماتهم لدى سلطة الدولة مضيفا أن خمسة ألاف طفل فقدوا في إيطاليا وألف قاصر اختفوا مؤخرا في السويد وتحدث دونالد عن 270 ألف طفل لاجئ جميعهم لا يرافقهم أهلهم مبديا تخوفا كبيرا بعد اتقال أعداد كبير من المتورطين في استغلال اللاجئين في شبكة الإجرامية والاستغلال الجنسي موسيقى